بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام وعاشركم بروقع وكل عام أنتم بخير تنتمنى لكم الصحة والعفبية تنتمنى لكم الخير والرباح لقاء الناس اللي تحبوني تنقول لكم أنا لا باس الحمد لله وربي إجازكم بالخير والصحة والعفبية اليوم سأعطي جوج وصفات صالحي لكم لأن الناس سنحط هما من وصفات الناس لأنكم توم اللي تطلبوا وأنا تنفذ ما بقيت تنخدم وصفاتي ولكن تنخدم على حسب الناس شنو تطلبوا وشنو خصوم وشنو على حسب إحنا دبا متابعين والمتابعات تيبغوا القرآن تيبغوا ذكر الله تيبغوا الحمد لله كونا عائلة وأسرة الحمد لله تنشكر السيدة اللي قاتل يا أنتي والليتي وحدة من الأفراد العائلة تنقول لكم شكرا 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 تنتمنى أنني نشوفكم واحد واحد تنقول يا ربي يلقيني معكم في أي ساعة تكون طيبة ونشوفكم وتشوفوني ولي عنده شي مشكلة يحط لي وأنا غالي نخدمها معاه إن شاء الله بحول الله وقوتي إذن أحد شافية المغربية أنا أعطيكم جوج وصفات بحال الناس اللي عندهم توكان والناس اللي ما تنشحوش معهم الوصفات أو الناس اللي عندهم الخلعة وعندهم الخوف وعندهم القلب لأنهم تبقى يدرم هاد الوصفة الصالحة بإذن الله الواحد القهار وصفة رائعة وغادي تديروها وغادي تفكروني خستكم تحصلوا غير على سرغين سرغين أنها هاي سرغين سرغين هي تسكو هانتما هاي سرغين سرغين هي في الطحن ديلها شوية صعيبة ولكن مول العطور أو مول الإقامة أو مول هذك اللي تيطحنها هادي شريتها أنا وطحنتها ولكن خاصة لابد دوز في غربان لأنها باش تغرب لها مزيان عندما هاي مطحونة الناس اللي عندهم توكان غادي يدوموا عليها يدوموا عليها واحد مدة تسعيام أو سبعيام أو ياخدوا نهار ونهار الله هي زوينة وتتزيد في الوزن وتتحيد الصخفة تتحيد النبضة دي القلب تتحيد الخلعات تتحيد النس اللي عندهم نحس النس اللي عندهم مشاكل هي زوينة وصالحة بإذن الله كل تديرها مع الحساء ديرها مع أي حساء أبغى هو ياخد بحركة 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 يلونها تولي لونها أحمر كل تيضيفها إلى الحليب ياخد ياخد نص معلقة صغيرة يفيدها مع الحليب ويصفيها ويشربها جيدة ومدق ديالها من زيان أما الناس اللي عندهم نحس والناس الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم نحس تياخد صرغين تيتبخوها مزيان تيتبخوها مزيان وتيقروا عليها 21 مرة صورة الكوتر ويصليوا على الرسول 21 مرة وغادي يحطوا بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة غادي يدخل الإناء إلى يدخل البانيو أو إناء او طيش كبير يدخل فيه ويخوي عليه هذك الماء دير صرغينا لانه بغا انه ينجح مع هذك الوصفات اي وصفة كان اني بجاد انجح معها حتى في وصفة يدير صرغينا مع هذ القراءة ويجمع الماء ويلوحى مرة كل اسبوع يعوم بصرغينا ومع القراءة اللي عطيتكم صالحة يحاول انه يتبخى ويشربها مع الماء يحط يحط تقريبا شوية هكا شوية بحركة ويتبخى مع الماء ويشربها رمزيانة صرغينا يشربها باش تحيد عليه النحس يقرع لها هذ القراءة اللي اعطيتكم هذ القراءة اللي اعطيتكم القراءة للصور اللي اعطيتكم 21 مرة ويشربها مع الماء ويعوم بها ولكن الماء ديالها اللي غادي تعمي بها يبقى في الجسد ديالك ولو يوم واحد ومن بعد نلوحوه في مكان عاشب نلوح هذا الماء اللي عمت به دوشت به نلوحوه تحت شجرة او تحت اي تراب يكون نظيف ولا يكون واد ولا يكون بحر مهم تلوحي هذا الماء تخلصي منه اما الناس اللي عندهم توكل الناس اللي عندهم توكل ياخدوا واحد الكأس ديال الحليب يكون ساخن ساخن او يتبخوا الحليب مع تسرغين تكذك المالقة ويوضعوها في الحليب ويحركوها بحركة ويتبخوها جيدا في الكاثرون يتبخوها في الكاثرون انتما انا ما غربلتهاش لونها احمر شو انتما لونها احمر ولكن انتما غادي تتبخوها جيدا وغادي تصفوها لانها خاصة تصفى من هدوك العويدات الصغار وغادي نقرع لها القراءة اللي غادي نعطيكم اللي غادي تطهر لكم الجسد ديالكم بالنسبة اللي عندهم ناس سحر توكل في المعيدة غادي يتبعوها ان شاء الله اول حاجة غادي يقرأ الفاتحة سبعة المرات صورة الفلق سبعة المرات صورة الناس سبعة المرات وغادي يقرأ آية الابطال ما جئتم به السحر ان الله سيبطلوه ما جئتم به السحر ان الله سيبطلوه ما جئتم به السحر تبقي تقولي ما جئتم به السحر ان الله سيبطلوه خمسين مرات وتصلي على الرسول خمسين مرات وصورة الفلق وصورة الناس والفاتحة وغادي آآ ندوم عليها كل ليلة من بغي مشي ننام انتبخى ذاك الحليب مع آآ سرغي نام ان شاء الله نشربها آآ نشربها في الليل كل تشربها على الريق من معدها فارغة ولكن شربها في الليل الصباحي لا حسيتي بغتيان او حسيتي بغي انك تمشي للدوش انك ترجعي قاعد لفكر شك هي جيدة ولكن لو بقيت تشربها واحد مدة على الاقل سوء اسبوع غادي تحسي بانك بدي تتحسني ولما جاكش القي ما تقييش ولكن غايبقى اه اي حاجة في السحر غادي بقى تخرج على طريق اه طريق اه دوش وصافي هادش اللي كين اذا احبابي واحباب شافية المغربية لكم مني السلام لابد انكم اديروها لانها جيدة هاد الوصفة في علاج التوكال وعلاج النحس بالنسبة للوصفة هادي تعوم البنت تعوم بها وطباخات شربها وتقرأ عليها ومن تبغي تعوم بها انها تقرأ على هذا الكأس هي البنت اللي عندها اه عند السحر في المعدة او التوكال التوكال بعد احيان وجده تي هو تي يوضح لك التوكال او انك تكون اه من خدام السحر هم تيولي والسحروا يجد السحر على طريق الاكل. اذا الناس اللي شاكين انهم عندهم سحر يحاولوا ياخدوا هاد المكون الحليب. وهاد المكون هي اه الفوة. الفوة زوينة في ابطال جميع الاصحاب. وتتحييد النحس. وبنص الوقت تزيد تفلوز الناس اللي عندهم السحر مؤثر عليهم على الجسد ديالهم. وعندهم مشاكل ديال الضغوطات النفسية تيحاول ان ان تترخي. وتدق النبضات ديال القلب ما تيبقاوش. اذا الوصفة ديالنا هي ديال اليوم هي رائعة باذن الله. لان الناس حطوليات تعليقات. انا حطيت جوج وصفات وحدة ديال تحييد لك تحييد لك النحس. وبنصلو قسين شحو معك الوصفات. وتحييدي العياء. يكون عندك هذك العياء ميبقاش في الجسد ديالك. والناس اللي عندهم استحر في المعدة او توكال. نزيانة لهم هاد الوصفة. نحاول انني نصف فيها من العويدات روخات الطحنها. تيبقوا هذوك العويدات في فيها. اذا خاصة تغلام زيان وتصفة. ومن بعد انها تشرب اما على معيدة خارغة. واما على المراء العشاء. من تعشي انك تشربها. الاجك الصباح الغتيان. رجعي. لانها تحسي لك ان عندك سحر. رجعي تحسي بانك. رجعيك غتيان. اذا تنتمنى انكم الوصفات تعجبكم. وتخلوا لايك. ودعموا القناة. وتبعوا الجرس. وتابنوا بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.